السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على القناة دي لكم اسفها معا اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة الخاصة في إيجاد الكوبونات والتخفيضات على المنتجات في علي إكسبرس وقبل بداية الشرح ولمهتمين بمجال الشراء عبر الأنترنت فقد قمنا بإنشاء مجموعة على الواتساب سنقوم بمشاركة جميع التخفيضات والمعلومات الخاصة وكذلك سنقوم بتبادل التجارب ومساعدة الأصدقاء في هذا المجال فإن كنت مهتم سأترك لكم رابط المجموعة في وصف هذا الفيديو إذن على بركة الله سنبدأ الشرح هذا هو الموقع الذي سوف أشاركه معكم جوانوني موقع رائع جدا يقدم لنا العديد من الكوبونات يوميا وكذلك أسبوعيا وشهريا إذن ما عليكم سوى المواضبة على زيارة هذا الموقع فهو يقدم لنا العديد من الكوبونات وتريقة الاشتغال سهلة جدا فلاحظوا معي إخواني مثلا هنا لدينا كوبونات تخفيضي 4 دولارات على جميع المنتجات التي تفوق 30 دولار ثم هنا كذلك لدينا 25 دولار كتخفيض على المنتجات التي تفوق 100 دولار إذن هنا العديد من الكوبونات سوف تجدونها أمامكم عند زيارتكم للموقع وهناك كذلك إكستنسيون خاصة بالموقع سوف أقوم بشرحها لاحقا حتى لا أطيل الفيديو إذن هنا سوف أقوم بتجربة هذا الكوبونات 4 دولار على المنتجات التي تفوق 30 دولار أقوم بأخذ هذا الكوبونات إذن هذه الإكستنسيون التي قمت بذكرها سابقا لا أريدها الآن إذن هذا هو الكوبونات الخاص بي نقوم بنسخه إذن نأتي هنا إلى علي إكسبرس ثم أقوم باختيار أي منتج يفوق 30 دولار بمعنى 300 درهم مغربية إذن هنا سأقوم بالدخول إلى هذا المنتج وهنا مثلا سأختار هذا الحداء 8387 دولار نحن لا يهمنا هنا 8 الشحن فنحن هنا سنقوم بتجربة فقط أقوم بالشراء الآن لأن هذا الحساب على علي إكسبرس أقوم بالشرح عليه فقط فهو ليس حسابي الشخصي قمت بإنشائه حديثا إذن هنا لدينا كوبون تخفيضي على أول شراء يقدم لنا دائما علي إكسبرس ثم هنا أقوم بنسخ كونترول V الكوبون الذي قمت بأخذه من هنا كما تلاحظون إذن هنا أقوم بتطبيق الكوبون وكما تلاحظون ها هو الكوبون ناقص 4 دولار وبالتالي الكوبون يشتغل أقوم بإعادة المحاولة مثلا في منتج آخر ثم أقوم بالنزول إلى الأسفل كذلك لأبحث على كوبونات أخرى إذن هنا العديد كذلك من الكوبونات لاحظوا معي إخواني كذلك هنا لدي تخفيض 4 دولار هذا قمت باستخدامه سابقا هنا تخفيض 6 دولار هنا تخفيض 10 دولار على 80 دولار سأقوم باختر هذا الكوبون أقوم بنسخه فهذا الكوبون خاص بالمنتجات التي تفوق 80 دولار أقوم بالعودة هنا والجميل هو أنه يمكنني مثلا استخدام هذا الكوبون عند محاولة الشراء فمثلا سأقوم هنا بكتابة LP40 السماعة الخاصة بلينوفو أقوم بالدخول مثلا هكذا ثم أقوم بالشراء سأقوم باختيار 8 قطع من هذا المنتج حتى أصل إلى 88 دولار وسأقوم بلسقي الكوبون هنا وأقوم بمحاولة أخذ الكوبون إذن كما تلاحظون أمامي وصلت المنتجات إلى 80 دولار فقام الموقع بتخفيض 10 دولار عند استخدامي لهذا الكوبون وبالتالي قمت بالاستفادة من 10 دولار ما يقابل 100 درهم مغربية وبالتالي سوف أحقق ربح إضافي في هذه المنتجات هنا قمت بالشرح بالنسبة لهذا المنتج لكن لا تحاولوا إخواني أخذ 8 قطع حاولوا أن تقوموا دائما بأخذ 4 قطع إلى 5 قطع كحد أقصى حتى لا تواجهوا أي مشكل مع الجمارك إذن هذه الطريقة الخاصة في البحث عن الكوبونات وهناك العديد من الطرق الأخرى المهم قمت بشرح هذه الطريقة البسيطة فما عليكم إخواني سوى المواضبة على الدخول إلى هذا الموقع الجميل الذي سوف يمكنكم من تخفيض دمن المنتجات التي تقومون بشرائها إذن إخواني إن أعجبكم الفيديو شاركوا مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هادية أول زيارة كالقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر